بمناسبة بقى البطولة الافريقية خلاص العد التنازلي لاستعناف مباراة دور الابطال يعني المسافة والوقت ما بين ختم مباراة الدوري التمهيدي اللاثاني مع انطلاق دوري المجموعات خادت فترة زمنية شوية بعيدة نتيجة طبعا يعني برمجة تصفيات المحليين في توقيت كان من المفترض تقام في وقتها دوري ابطال الافريقية ودوري المجموعات الجروب ستيج ولكن تم ترحيلها من شهر اكتوبر الى شهر نومبر عشان يوم الثلاثاء المقبل زي بقرة الاهل هي الصديف استاد ابيتجان على استاد القاهرة الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة في مباراة هيدرها حكم جابوني اسمه باتري كيمبيان هو لا يكون حكم مباراة الاهل واستاد ابيتجان وتوقيت الساعة 6 ده ده طبقا لرؤية وقرار مرسل كولر كل مباراة الاهل في القاهرة في جوالات المباراة الجروب ستيج كلها عايزة لعبها الساعة 6 سواء مع استاد ابيتجان او حتى مع شباب بولوزاد او حتى مع اورلاندو بايرتس ودي المباراة اللي هتتلاعب في مرحلة لاحقة عقب العودة من قطر طيب استاد ابيتجان بعت للنادي الاهل يمكن مخاطبة رسمية او ايميل انه هيصل الى القاهرة يوم 24 يعني يوم الحد اللي جاي هيصل الى القاهرة عشان يستعد لمواجهة الاهل يوم السلساء في افتتاح مباراة تدوري المجموعات في دوري ابطال افريقيا ده بالنسبة لمباراة الاهل والستاد ابيتجان اللي بالمناسبة غريبا بنسبة كبيرة جدا ان شاء الله الساعة الجمهورية هتكون 30 الف مشجع على استاد القاهرة اللي الدولي وارتمنى بإذن الله ممكن الاعداد تزيد شوية خلال الفترة اللي جاي ولكن عدد مناسب جدا لأولى مباراة الاهل في دوري ابطال افريقيا اشتركوا في القناة